تخيل انت مواطن سكندري بسيط يعني اخدت امراتك وولادك وقررت تعوده على بحر اسكندرية وانت قاعد كده في كافية على بحر اسكندرية ابنك طلب مش عارف ايه انت طلبت ايه هو اخر الحساب 174 جنيه 200 جنيه ممكن الراجل جاله الويتر يدفع الحساب قاله الحساب ربعمائة وسبعين جنيه او حد قاله ايه سنة سخة حساب ربعمائة وسبعين جنيه احنا ايه ده ده ازازة مية قاله ما ازازة المية ده 13 جنيه لوحدها حصل كلام من هنا ده كلمه انت قاله انت فندق سبع نجوم انت كافية على البحر قاله اه بس انت عمل ازاي الفندق تاب الدوني ده ليه ده ده اللي حصل في وقعة حصلت مع مواطن سكندري قعد في كافية على البحر بحر اسكندرية في منطقة العصافرة والكافية يدبع الجيش القوات المسلحة فكتب الراجل ملقاش حاجة يعملها رح كتب ندائي للسيد اللواء معالي اللواء محمد الشريف محافظة اسكندرية وقال له نحن نسق فيك ونعلم ما تفعله من اجل محاربة الفساد برجاء التدخل في الامر وانا صاحب هذه الشكوى من ابناء الاسكندرية انا قاعد انا قصرتي على كافية في العصافرة على البحر وطلبت مشروبات لا تتجاوز 150 جنيه وعند الحساب فجأت بالحساب 474 جنيه ولا بد من الدفع ولا اعلم لما ارتفاع الاسعار واستغلال هل هذا المكان متاح له ذلك وهل هو حاصل على رخصة فندق سبع نجوم وهل الادارة المركزية والسياحة على علم استغلال اسر البسيطة واهل الاسكندرية ده حتى حساب زجاجة الماء الصغيرة 13 جنيه مدير المكان بكل غروة كبرياء رفض حتى يحل ويتكلم معايا وكأني لم اكن تواصلت مع شكاوى الادارة المركزية للسياحة بالشكوى تم الرد وكانت المفاجأة ابلغوني بالنص للأسف المكان غير خاضع لاشراف الادارة وان المكان خاضع لادارة ونوادي وفنادق الجيش بس انا مش عايز اكتبها وليس لهم تدخل وطبعا ما فيش ارقام للشكاوى لادارة نوادي وفنادق الجيش وبيحكي بقى تواصلت مع ارقام خاصة الاخره حقيقة الراجل بدل ما يدفع 150 جنيه دفع 474 جنيه بس حد يقدر يكلم الجيش انت ايه اللي قاعدك ايه اللي قاعدك في مكان تابع للجيش ده انت وبعدين بيقولك الراجل المدير المكان مرديش ييجي يكلمني حتى طب طبعا لانك مدني انت مواطن درجة عشرة الجيش اخد الاماكن دي السؤال بقى لاستاذ مسامة بولي والكل واحد ستساوي العين هل النوادي دي بتدفع ضرايب اتحداك اتحداك اذا كان النادي ده بيدفع القاتي ضرايب عادية ضرايب على الداخل ضريبة ملاهي اتحداك لو بيدفع ده ضريبة عقارية اتحداك لو بيدفع ايجار لمحافظة اسكندرية لا والجيش استولى على الكورنيش كله كده شوفوا حيطة حلوة كده في الكورنيش هناخد دي لبقى فيه محافظة واحتلال وبعدين ماشي يا سيدي احتلتها ادفع اي حاجة طيب ما بيدفعش تب ادفع ضرايب ضرايب على الداخل من الحاجات اللي انت بتعييه من 474 جنيه في فترة واحدة لا تب ادفع كهربا لا تب ادفع مية لا تب ادفع ضريبة عقارية حتى على المبنى لا هل دي دولة مدنية يا ابراهيم يا نفخ هل دي دولة مدنية يا خالد يا منتصر هل دي لماذا اعفى السيسي 600 وحدة سياحية للجيش من الضرائب العقارية هل دي دولة مدنية هل دي حضرات دولة فيها موقع متميز على البحر لا بيدفع ضريب الداخل ولا بيدفع كهربا ولا بيدفع نور ولا دافع ايجار ولا اشترى المكان ولا اي حاجة ولا يدب حد يعني لو في مواطن عمل مشكلة جوه النادي ده هيتعزع على او يطلع على المحكام العسكرية ولا المحافظة تعرف عنه حاجة بس ده هيجي ايه في موضوع قرية غزالة بتاع السم بلوين بتاعي سمع السيسي دي وبتشتكي عايزة حياة كريمة عبدالفتاح اسمع يا تاري السيسي حاجة في السيسي دي يا تاري السيسي وقت خبر عنها اللي من يونيو اللي فات والاخبار بتكتب عن ازمتهم زي ما الوفد نشرت كده وقالت استمرار انقطاع المياه الشرب عن قرية ميت النحال بدي اهلية يا تاري السيسي حاسس يعني ايه قرى مقطوع عنها المياه من شهور بني قدمين بيأكلوا ويشربوا ويناموا ويغسلوا ويتغسلوا من شهور هو قاعد يعمل اطول نهر صناعي في العاصمة الادارية يا تاري انت حاسس بالسيسي دي طب يا تاري السيسي حاسس بالعمال الغلابة اللي ماتت تحت كبري بتاع ابو اتاة مبارح بالليل شوف الفيديو ده كده انا عايز اقول لحضرتك والخبر هو تلات مصابين في انهيار عمود قرصانة تحت الانشاء بمنطية بولاد دا كبري انا عايز اقول لك ان انا ودي خبر تاني كبري ابو اتاة لسه ما اشتغلش يا جدعان هو لحق ادي شغل هاي ان ننسى اللي منها ربنا انتين منهم انا عايز اقول لك ان انا كنت عامل عملية في ظهري اثناء اعتصام النهضة وكنت اتماشى كده على رجل عشان الدكاتة اللي لازم تمشي عشان تقوي بكان العملية في يوم وانا بتمشى لقيت المتسكلات الايال العربجية الايال الشضالية بتوع عبد الموت او الايال دي شبه محمد رمضان في المسلسلات راجبين المتسكلات ومعهم ملوتوف والحاجات دي ورايحين يضربوا المعتصمين في النهضة ويتجمعوا بتاع 15 عشرين متسكل كده او 40 متسكل اه وايال كلها شكلها غلط كلهم الايال كلها شكلها غلط الايال دي الشرطة كانت بتخليهم يترازلوا على بتوع النهضة يروح يضربوهم ويضربو فيهم وبتاع من وراء الجامعة كده والجو ده لما ويقع الكوب ده مبارح افتكرت الحادثة دي يا ترى السيسي عزت 3 دول ولا حاجة يا ترى الناس دي بقت حالها احسن ولا حاجة يا ترى بعد ما اتعملت 30 زفت الناس دي بقت احسن ولا اي حاجة ولا هيصل حاجة